خمس خصال لم تعطها أمة من الأمم في شهر رمضان الخصرة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ذلك أن الصيام عبادة وأن خلوف الصائم وهي الرائحة التي تخرج من الفم وتشم من الفم مع أثر الصيام وعدم الطعام هي رائحة مستكراها عند الناس ولكنها عند الله تعالى إذ كانت من أثر عبادة إذ كانت من أثر عبادة فهي عند الله تعالى أطيب من ريح المسك نسأل الله الكريم فضله وهذا من فضل الله تعالى أن آثار العبادة عند الله عز وجل طيبة الثانية الخصة الثانية التي أعطيت لهذه الأمة في هذا الشهر الكريم تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا أنت صائم أخي الكريم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستغفرون لك فهنأ أخي في هذا الخير إنهم يستغفرون لك فأبشر بمغفرة الله وأنت صائم لكن لا بد أن تحقق حقيقة الصيام لتنل هذا الخير بحفظ صيامك عن النواقص والنواقف فأقول بفضل الله تعالى أنت صائم وملائكة الرحمن جل وعلا عليهم السلام يستغفرون لك أخي الكريم حتى تفطر والله إنه لفضل عظيم وكرم من الكريم فأحمد الله تعالى واشكره على هذا الخير الثالثة يزين الله تعالى في كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصير إليك وهذه من البشائر التي يبشر الله تعالى بها عباده فالإنسان ولله المثل الأعلى إذا كان لديه مناسبة ترىه يستعد ويهيئ مكانه ويزينه لضيوفه وهذا من الإكرام فيا ترى كيف كرم الكريم وإكرامه لعباده المؤمنين إن ذلك من كرم الله تعالى أن يزين جل وعلا جنته في كل يوم لعباده الصالحين ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصيروا إليك ويصيروا إلى هذه الجنة يلقوا عنهم المؤون والأذى في هذه الدنيا وما فيها من كبد ونكد والله المستعان ونسأل الله الكريم أن يكرمنا وإياكم بالحياة الطيبة وأن يكرمنا وإياكم بالفردوس الأعلى من الجنة الرابعة تصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره وهذا من الإعانة على الخير من الإعانة على الخير أن تصفد هذه المرضة من الشياطين لأجل لا يثقلوا عباد الله عن العبادة أو يصدوهم عن عبادة الله عز وجل وهذا من رحمة الله تعالى بعباده الخصلة الخامسة من الخصال الخمس التي أعطيت هذه الأمة في شهر رمضان ولم تعطاها أمة قبلها يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة منه في آخر ليلة منه قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا وإنما يوفى العامل أجره إذا وفى عمله فهذه الليلة في آخر ليلة يغفر لهذه الأمة ممن وفقهم الله تعالى للصيام والقيام إيماناً واحتساباً